يفصلنا أقل من شهر عن الثالث من نوفمبر موعد الانتخابات الأمريكية العدو العكسي بدأوا استباق الانتخابي خصوصا رئاسي يحتدم مواجهة 2020 العنوان الأبرز أهلا بكم إصابة ترامب فيروس كورونا تشعل السباق الرئاسي وتحول الأنظار نحو صحة سيد البيت الأبيض وضمن مواجهة 2020 نتابع مع مرسلين من البيت الأبيض هشام برار ومن الكونغرس عبد الرحمن البرديسي جاهزون والدستور الأمريكي واضح في طريقة التعامل مع أي طارق بعد إصابة الرئيس ترامب في بيروس كورونا كيف سيتغير السباق نحو البيت الأبيض؟ وأيضا في هذه الحلقة مشاهدين بلغة الجسد ما الذي كشفته حركات وإماءات المرشحين في مناظرتهم الأولى؟ ترجمة نحو البيت الأمريكي شكرا لك جو شكرا لك جو على مدى عقود كان ملف الرعاية الصحية في الولايات المتحدة من أبرز قضايا الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن وصف خطته بكلمات معدودة رعاية صحية للجميع ومبينا أنه سيواصل البناء على نظام أوباما كير للرعاية الصحية حال فوزه في الانتخابات الرئاسية ووضح بايدن بأنه سيدعم البرنامج الذي يسمى قانون حماية المرضى والرعاية الصحية بأسعار ميسرة ويعتمد البرنامج بالأساس على مبدأ التأمين الصحي الإلزامي ودعم الحكومة الفيدرالي لذوي الدخل المنخفض وإلزام شركات التأمين بتغطية أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الإعاقة وغيرها من القوانين التي تشمل المستشفيات وقطاع الأدوية في المقابل مشاهدين تبدو خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبدو بأنها على نقيد تماما لخطة بايدن بل هي تقوم بالأساس على إلغاء برنامج أوباما كير هدف فشلت إدارة ترامب بتحقيقه بعد تصويت مجلس الشيوخ ضد إلغاء القانون عام 2017 من أبرز البنود التي تضمنها خطة ترامب تعديل القانون الحالي الذي يمنع بيع التأمين الصحي عبر خطوط الدولة والسماح للأفراد بخصم أقصاط التأمين الصحي من إقراراتهم الضريبية وأيضا إزالة الحواجز أمام دخول شركات الأدوية للسوق الحرة مشاهدين ولكن قبل أن نتابع هذا الملف مع مراسلين سنتوقف مع جو وآخر أخبار السباق الانتخابي ماذا لديك جو؟ شكرا ميرا أبدأ مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أشاد بأداء الفريق الطبي في مستشفى والترويد في مدينة بيدستا في ولاية ميرليند قرب العاصمة واشنطن حيث يعالج من تداعيات فيروس كورونا وطمع ترامب الأمريكيين على صحة وتعاهد بالعودة قريبا لإكمال حملته الانتخابية في الماراثون الرئاسي عرب المرشح الديموقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن عن تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا من فيروس كورونا وقال مصدر مقرر من حملة جو بايدن إن الحملة ستعلق بشكل موقع الإعلانات السلبية ضد ترامب قال مسؤول رفيع في الفريق الانتخابي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس أبلغ لجنة المناظرات الرئاسية رفضه القوي لأي تعديلات جديدة في قواعد المناظرتين المتبقيتين أعلنت منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، تويتر وتيك توك إنها ستحذف أي محتوى يتمنى الموت لأي شخص خصوصاً الرئيس ترامب وذلك عقب الأعلان عن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا كنا مع هذا الجزء من الجولة السريعة للأخبار السباق الرئاسية الآن عودة إلى ميرا وما تبقى من ملافات ضمن مواجهة 2020 أشكرك جواب التأكيد قبل الذهاب إلى مراسلين نذكر بأبرز ما جاء خلال المناظر الأولى بين مرشح الحزب الجمهوري الرئيس دونالد ترامب ومرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن ترامب رفضت تهامات منافسه الديمقراطي التي حمله فيها المسئولية عن وفاة أكثر من 200 ألف أمريكي بسبب أسلوب تصديه لأزمة كورونا وقال ترامب إنه لو استمع إلى نصيحة بايدن لا توفي الملايين من الأمريكيين لو أننا استمعنا إلى رأيك لا تركنا البلاد مفتوحة على مصرعيها ولا توفي الملايين وليس فقط 200 ألف هذا ليس خطأ فردي لكنه خطأ الصين ولم يكن ينبغي أن يحدث لقد أغلقت البلاد وحينها قلتم إنه عنصري وكاره للأجانب لكن حكام الولايات أكدوا أنني قمت بعمل رائع وقد وفرنا الألبسة الواقية وأقنعة الوجه وجهزة التنفس والآن أصبحنا على بعد أسابيع من التوصر إلى لقاح وانخفض عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة السبب الوحيد الذي يجعلني أبدو أنني لم أقم بعمل رائع هو الإعلام الزائف لكنني لا أهتم فقد اعتدت على ذلك وأنت لم تكن لتؤدي هذا العمل بالكفاءة التي أنجزته بها وبالمقابل مشاهدين أكد بايدن أن ترامب كان يعرف منذ شهر فبراير خطورة فيروس كورونا لكنه أخفى الأمر عن الأمريكيين لأنه كان خائفا من الفشل في مواجهة الأزمة الصحية 200 ألف أمريكي توفوا أكثر من 7 ملايين مصاب فيروس كورونا لدينا 4% من سكان العالم و20% من الوفاية بسبب الفيروس وعندما تم مواجهته بهذه الأرقام قال هذا ما هو عليه الحال هذا ما هو عليه الحال لأنك أنت ما أنت لا يملك الرئيس أي خطة لمواجهة كورونا كان يعلم منذ شهر فبراير خطورة هذه الأزمة الصحية كان يعرف أنه مرض قاتل ماذا فعل؟ قال إنه لم يريد إخبارنا بالأمر حتى لا يخاف الناس الناس لم يكونوا خائفين هو من كان خائفا للمزيد عن التحولات والتغيرات التي طرأت في السباق الانتخابي يعود وينضم إلينا من جديد من البيت الأبيض هشام بورار ومن الكونغرس عبد الرحمن البرديسي أهلا بكما بتأكد سأبدأ معك هشام كيف تبدو التغييرات في السباق نحو البيت الأبيض أهم تغيير أن الآن لدينا مرشح واحد للرئاسة في ساحة الحملات الانتخابية وهو المرشح الديموقراطي جو بايدن حتى الآن حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدثت إلينا وتقول بأنها أطلقت عملية تسمى عملية تجعل أمريكا قوية وعظيمة مجددا هذه العملية هدفها هو استعادة الزخم في هذه الفترة التي قال المسؤول لا يوجد لدينا هامش للخطأ يريدون حتى أنصار الرئيس الأمريكي وقاعدته الحزبية على الخروج بأعداد كبيرة لصناديق الاقتراع يريدون أيضا توظيف مرض الرئيس الأمريكي بشكل يرد على اتهامة الديموقراطيين الديموقراطيون يتهمون الرئيس ترامب بالتراخي في أمام جائحة كورونا ما أدى إلى إصابته وعدد من الموظفين في البيت الأبيض الرئيس الأمريكي ينوي من خلال حملته التأكيد على أنه قوي من خلال ظهوره اليومي من مستشفى والتر ريد على أنه يجابي هذا المرض بحزم وبتصميم على التغلب عليه ويقولون أنهم سيطرحون أمام المواطن الأمريكي بأن الحل والخيار ليس بين البقاء خلف أبواب مغلقة والاستسلام للمرض بل مواجهته وتجربة علاجات تجربية كما قال الرئيس الأمريكي وكما خضع لها في مستشفى والتر ريد من أجل تشجيع المواطن على مواجهة هذا المرض تكتيكيا ولوجستييا حملة الرئيس ترامب حتى الآن تعتمد على نائب الرئيس وأعضاء في أسرة الرئيس الأمريكي في حملات انتخابية وتجامعات تطلب الحضور الشخصي وهناك تصور لمشاركته في مرحلة اللاحقة بشكل افتراضي ما هي الخيارات الدستورية عبد الرحمن وموقف المشرعين عند حدوث أي طارق؟ موقف المشرعين موقف واضح جدا فالمادة الثانية من الدستور البندان الأول والسادس من دستور عام 1960 ينصان على الآتي إذا كان الرئيس مريض أو حدث حالة وفاة أو كان غير قادر لأي سبب على صدور أي حكم تنفيذي فعادة يحكم البلاد نائب الرئيس وإن كان حدث مكروه أو حدث أمر طارق لنائب الرئيس فيحكم البلاد رئيس مجلس النواب وبعد ذلك إذا حدث أيضا السلم نذهب إلى القائم بأعمال رئاسة مجلس الشيوخ ثم في الأخير وزير الخارجية وطبعا هذه المادة كانت هناك إشكالية في طرحها لأن البعض من الممكن أن يقول إذا كان الرئيس غير قادر من وجهة نظر الآخرين ولكن من وجهة نظره هو قادر على أن يتم أعماله كرئيس تنفيذي للولايات المتحدة الأمريكية فجاء التعديل في عام 1965 وينص التعديل على الآتي أن الرئيس يجب أن يكتب وثيقة هامة إلى الكونغرس ويقول فيها أنه غير قادر ولذلك ربما يستطيع الكونغرس أن يرشح بالطبع نائب الرئيس وبالمناسبة هذا التعديل عندما أقر عام 1965 تم التصديق عليه من الكونغرس عام 1967 إذن الدستور الأمريكي واضح لا محالة إذا كان هناك غياب للرئيس فسيكون الخليفة للرئيس واضح جدا عبد الرحمن البرديسي من الكونغرس وهيشان بورير من البيت الأبيض شكرا جزيلا لكم تتابعونا بعد الفاصل وكيف يتعامل الحزبان الجمهوري والديمقراطي مع السباق الانتخابي بعد إصابة ترامب بكورونا جو ماذا في جعبتك؟ أيضا بعد الفاصل ميرا إصابة ترامب بكورونا تسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي ليس فقط داخل الولايات المتحدة بل في العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أما الآن سنتحدث عما سيحدث في التصويت في الانتخابات الرئاسية إذا كان هناك اختلاف في الموعد النهائي لعد الأصوات بين ولاية وأخرى لكن الموعد النهائي هو الثاني عشر من ديسمبر ومن المؤكد أنه في الرابع عشر من ديسمبر يجب أن يجتمع ممثلوا المجمع الانتخابي للتصويت استنادا على الأصوات الشعبية للولايات على المرشح يحصل على مائتين وسبعين صوتا على الأقل من أصل خمسة وثمانية وثلاثين هم مجموع أصوات المجمع ليصبح رئيسا للولايات المتحدة الآن السيناريو الأول إذا حصل أحد المرشحين على هذه الأصوات فسيؤدي الرئيس المنتخب القسم في العشرين من يناير ويصبح رسميا رئيسا للبلاد أما السيناريو الثاني فهو لا لن يحصل أحد المرشحين على هذه نسبة الأصوات فيجب على مجلس النواب في الكونغرس التصويت بواقع صوت لكل ولاية وعلى المرشح طبعا الحصول على ستة وعشرين صوتا على الأقل ليصبح رئيسا ويؤدي القسم في العشرين من يناير في حال فشل مجلس النواب بانتخاب رئيس يتولى نائب الرئيس المنصب في العشرين من يناير لحين انتخاب رئيس في هذه الفترة لكن ماذا عن نائب الرئيس في حال لم يحصل المرشح على مئتين وسبعين صوتا في المجمع الانتخابي وانتقل التصويت لمجلس النواب ينتقل معه التصويت على نائب الرئيس لكن في مجلس أشيوخ وعليه طبعا أن يحصل على واحد وخمسين صوتا على الأقل ليصبح نائب الرئيس في العشرين من يناير أو رئيسا في حال عدم انتخاب رئيس أما في حال طبعا فشل انتخاب رئيس ونائب رئيس فيتولى منصب الرئيس الأمريكي في العشرين من يناير رئيس مجلس النواب وإن لم يوجد فرئيس مجلس أشيوخ الموقت حتى انتخاب رئيس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تصدر خبر إصابة الرئيس الأمريكي جونالد ترامب بفيروس كورونا مواقع تواصل الاجتماعي خصوصا تويتر وفيسبوك وبات هاشتاك ترامب الأكثر تداولا ليس فقط في الولايات المتحدة بل في العالم ككل ما الآن عود إليك ميرا وأبرز ملفات تمواجهة عشرين وعشرين لهذه الحلقة شكرا لك نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإدعاءات بأنه لم يدفع عام 2016 سوى 750 دولار ضرائب فدرالية مؤكدا أنه دفع الملايين من الدولارات في ذلك العام والعام الذي تله لقد دفعت ملايين الدولارات ضرائب على الدخل في عام واحد دفعت ثمانية وثلاثين مليون وفي عام آخر دفعت سبعة وعشرين مليون وسترى ذلك اذهب إلى لجنة الانتخابات وستجد مائة وثمانية عشرة صفحة تضمن كل ما لدي من ممتلكات وكل البنوك التي أتعامل معها وقد دفعت ملايين الدولارات عام 2016 و2017 دعني أقول لك شيئا يجو لقد فعلت خلال سبعة وعشرين شهرا ما تعجز عن أن تحققه في سبعة وعشرين عاما بما في ذلك إصلاح الجيش المتهرئ الذي أورثتموني إياه من جهته اتهمى بايدن منافسه الجمهوري بتغذية العنصرية في الولايات المتحدة وذلك من خلال أفعاله لا سيما في أوساط الأمريكيين من أصول إفريقية هذا الرئيس فعل كل شيء من أجل إثارة العنصرية في البلاد هو يقول بأنه سعد الأمريكيين من أصول أفريقية ما يحصل أن واحدا من ألف أمريكي من أصول أفريقية يموت بسبب كورونا وإذا استمر الحال على ما هو عليه فإننا سنسل إلى واحد من خمسمائة لا يجب علينا أن ننظر إلى ما يقول وإنما إلى ما يفعل ما فعل كان كارثة الحقيقية للأمريكيين من أصول أفريقية وتتواصل في أروقة الكونغرس الأمريكي محادثات بين مجلس النواب الأمريكي ذي الأغلبية الديمقراطية وإدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في مساعي للتواصل إلى إقرار حزمة جديدة من الدعم الاقتصادي للشعب الأمريكي وبعض الشركات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا أمضى مجلس الشيوخ والنواب الأشهر الماضية في عقد جلسات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه جراء أزمة وباء كورونا سياسياً الخلاف كان كبيراً بين قطبي السياسة الأمريكية في كيفية تمرير وتوزيع المساعدات ولكن الطرفين كان يسعيان لتقديم الحلول الممكنة للمواطن الأمريكي للتصدي لتلك الأزمة تصرف الكونغرس بسرعة كبيرة جداً في البداية ثم أخذوا عدة قرارات ولكن في كل مرة كان الأمر يستغرق وقتاً طويلاً وإذا كنا نحاول تقييم أداء الكونغرس فيبدو أن هناك مسارين لتقديم هذا الأداء أولاً ما نوع المساعدة التي قدمها وكيف قدمت وثانياً كيف ساعدت تلك الحوافز الشعب الأمريكي وكان على أعضاء الكونغرس من الحزبين التصرف بسرعة في بعض الأحيان لتقديم محفزات مالية عن طريق إرسال سقوك مالية بمبالغ متساوية للأمريكيين ضمن شروط معينة ولذلك فقد حقق المشرعون الكثير من النجاحات في الكونغرس بعد التصويت والموافقة بالأغلبية على أكبر حزمة مساعدات مالية في تاريخ الولايات المتحدة على الإطلاق بقيمة تريليونين ومئتي مليار دولار وبالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة كان للكونغرس دور هام في الموافقة على منح مساعدات وقروض ميسرة لأصحاب المحلات التجارية والمشاريع المتوسطة والتي لعبت دورا هاما في إنعاش حركة البيع والتجارة ومنذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة في شهر فبراير الماضي انطلق صباق محموم لشراء الكمامات ومواد التعقيم التي ما لبست أن اختفت من الأسواق وباتت تباع بأسعار باهظة على مواقع كأمازون ليس موسم التخفضات بل هو سباق على شراء الكمامات والمعاقمات في الولايات المتحدة الأمريكية في زمن الكورونا وتحديدا في مارس الماضي خلال أيام قليلة أصبحت الرفوف فارغة وإن وجدت ضلتك فالأسعار خيالية بدأ النقص ومعه الاحتكار في الفترة نفسها اعتقلت السلطات في ولاية تينيسي شقيقين جمعا نحو 18 ألف عبوة معاقم ليبيعانها بأسعار باهظة على موقعي أمازون وإي بي كما انتشرت ظاهرة السيارات التي تجوب الشوارع ليلا عريضة على المرة بضاعتها من الكمامات والمعاقمات بأسعار مرتفعة ولحل هذه المعدلة فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون الإنتاج الدفاعي والذي يمكن الحكومة الفيدرالية من السيطرة على القطاع الخاص لتلبية احتياجات الطلب المحلي الشركة المصنعة للكمامات وأقنعة الوقاية 3M أعلنت أيضا زيادة كميات الإنتاج كما بدأت شركات غير متخصصة بصناعة الكمامات والمعاقمات ورغم أن هذه المبادرات ساهمت بشكل كبير في سد النقص بالكمامات والمعاقمات فإن المخاوف تبقى قائمة من أزمة جديدة ان تعرضت البلاد لموجة ثانية من الوباء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ننتقل مجاهدين من جديد إلى جوليو ترجمة نانسي قنقر 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 أكثر من بايدن على ماذا يدل هذا للتخفيف من حدة الوجود على المسرح؟ شوف القلم أستخدمه في المسرح في حالتين فقط أنا باستخدمه لأنني عندي فيه نقاط محددة يجب أن أكون أنتبه أني انتهيت من هذه النقطة والآن يجب أن أتبه في هذه النقطة وأنهي هذه النقطة أو أستخدمه في بعض الحين إحنا بنستخدمه لو أنت عندك قلق أو حاجة أو حتى الأشخاص اللي بيعمل بهذه الطريقة بنقوله تستخدم القلم أو تستخدم أي شيء موجود حواليك يمتص القلق تبعك أو الخوف أو الشيء اللي أنت موجود عنده فأنا عندي ممكن يكون لتنين ترامب ما بيستخدم هذه الأشياء لأنه لازم نفهم نقطة معينة ترامب عنده تخزين أو العقل اللواعي بيخزن عنده معلومات أكثر بكثير من بايدن وهذه أنا لحظت عليه كثير جدا في الإجابة على السؤال نحن نعمل في حاجة اسمه سيكولوجية تتخذ القرار في بعض الأحيان يجب أن تتخذ القرار في أقل من ثلاث ثواني إذا كنت تريد أن تكون قائد موجودة عند ترامب قليلة عن بايدن بيأخذ وقت وبيطلع لفوق وهذه النقاط مهمة جدا على بال ما يأخذ المعلومة ويرجع في بعض الحين ينزل إلى أسفل لغة العين تبع ترامب كانت واضحة زي ما أنا بكلمك لمنتصف الشاشة أو المنتصف الكاميرا أو أي منتصف الشخص أنا أنا بتحدث معه لنرى إذا خفايا النفس البشرية ولغة الشزت ستختلف في المناظرة الثانية أما الآن نشكرك جزيل الشكر الخبير في علم نفس الحركة الدكتور نادي نادر ياغي من دبي على كل هذه المعلومات أما بعض الفاصل تتابعون رؤساء كتبوا تاريخ الولايات المتحدة موسيقى اشتركوا في القناة مع نبذة عن عدد من الرؤساء الذين مروا بالبيت الأبيض نبدأ أولا مع الرئيس رقم 32 في الولايات المتحدة وهو فرانكلين روزيفلد حكم البلاد فرانكلين روزيفلد في أحد أهم فتراتها التاريخية قبيلة وإبان اندلاع الحرب العالمية الثانية رغم إصابته بالشلل وهو بعد في 39 من عمره تسلق السلم الرئاسي في الحزب الديمقراطي حتى انتخب رئيسا للبلاد واضطر بعدها إلى دخول الحرب العالمية الثانية بعدما ضربت اليابان بيرل هاربر عام 1941 وعاد الحرب اقترح إنشاء الأمم المتحدة لحل النزاعات العالمية أيضا روزيفلد توفي في الثاني عشر من أبريل عام 1945 إثر إصابته بنزيف في المخ ننتقل إلى الرئيس رقم 33 في هذه النبذة التاريخية عن الرؤساء هو هاري ترومن الذي اشتهر بكونه الرئيس الذي أمر بقصف هيروشيما ونكزاكي بقنبليتين ذريتين لإجبار اليابان على الاستسلام أيضا ترومن وضع مبدأ الذي قضى بحماية كل من تركيا وأيضا اليونان من سيطرة وتهديدات روسيا عام 1947 أيضا وضع خطة مارشل لإعادة إعمار أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية وسعى لإنشاء حلف شمال أطلسي أو ناتو كحائط صد لغربي أمام الأطماع السوفيتية حينها وتدخل العسكري لحماية كوريا الجنوبية خلال الحرب مع جرتها الشمالية عام 1950 من دون أن يوسع الصراع إلى حرب شاملة مع روسيا أو الصين الآن عودة إلى ميرا ومتابعة ملفات مواجهة 2020 شكرا لك جو مشاهدين للحديث أكثر عن انتخابات الرئاسة الأمريكية والسجالات والتطورات تحديدا بعد إصابة الرئيس دونالد ترامب بكورونا ينضم إلينا من لويزفيل من ولاية كينتاكي مدير مركز ماكونل بجامعة لويزفيل غاري غريك وأيضا ينضم إلينا من ولاية ماساتشوستس الأستاذ في جامعة ماساتشوستس أليكس جورج ثيودور ريدس أهلا بكما معنا أبدأ معك مباشرة بداية سيد غاري كيف سيتغير شكل الصباق إلى البيت الأبيض تحديدا بعد إصابة دونالد ترامب بكوفيد 19 وإلى أي مدى ستصب الأمور لصالح ترامب أعتقد أننا لا نعرف بالضبط ماذا سيحدث فالموقف غير مسبوق ولم نرى شيئا مثل هذا إحدى الأشياء التي لا يريد الرئيس ترامب عملها هو الحديث عن جائحة كوفيد بل هو يريد التركيز على القانون والنظام وما يحدث في المدن الأمريكية وأيضا بعض المقترحات الخاصة بالحزب الديمقراطي ولكن هذا قد يرغمه على الحديث عن كورونا وهو متأخر في استطلاعات الرأي وهذا سيجعل الحياة أكثر صعوبة للرئيس ترامب سيد أريكس ما رأيك بما قاله ضيفي السيد جاري جريك حول هذا الموضوع لأن الكثير من أنصار ترامب يتحدثون عن أنه قام بفعل أقصى ما يمكن وبذل جهده وحتى أنه خاطر بحياته ليتحدث لهم ويخاطبهم ويصوق لحملته الانتخابية نعم أعتقد أن ما سمعناه حتى الآن صحيح بمعنى أن الرئيس ترامب لا يريد أن يتكلم عن هذا الموضوع من جهة أخرى لو كنا نحن في حملة بايدن لكنا نقلق حيال هذا الموضوع أكثر من الرئيس ترامب لأن بايدن في الطليعة وأي تحول حتى لو اعتقدنا أنه قد يساعد سيؤثر ولا نعرف كيف سيؤثر لأن هناك عدم اليقين وبالتالي حملة بايدن يجدر أن تفضل أن تبقى الأمور كما هي من دون تغيرات كبيرة ونحن نتكلم أيضا عن كوفيد 19 ولا نتكلم عن أمور أخرى تعتبر إيجابية بالنسبة لبايدن أداء ترامب مثلا في المناظرة وعدم موافقة الرئيس ترامب على التنديد بأصحاب الفوقية البيضاء وما جاء أيضا في الفيديو للسيدة الأولى وأمور سيئة حول الميلاد والأطفال في أقفاصهم على الحدود كل ذلك لديه تأثير سلبي ونحن نتكلم أيضا عن صحة الرئيس الآن وبالتالي مجددا قد يكون ما حصل لمصلحة حملة بايدن ولكن حملة بايدن يجدر أن تفضل أن لا يكون هناك تقلبات سيد جاري برأيك كيف ستتصرف الآن حملة بايدن بناء على أن الرئيس الأمريكي الآن مصاب بفيروس كورونا وربما الأمور تتغير تباعا لحالته الصحية سواء إن اتجهت نحو الأفضل أو إن ربما تراجعت لقد قرروا سحب الإعلانات السلبية ولكن في كل استطاعات الرأي بايدن في المقدمة بأكثر من عشر نقاط وبالتالي سهل عندما تكون متقدما وأن تقول أنك ستستمر حقيقة الأمر لا أعتقد أن هذا سيغير كثيرا كل في البلاد قرر من ينتخب وكيف تعامل الرئيس ترامب مع الجائحة ونحن وصلنا إلى قرارات بشأن ارتداء أو عدم ارتداء الكمامات أو الإغلاق مع عدمه إذن لن نركز كثيرا على هذا أعتقد أنهم سيحاولون الاستمرار في الحملة كما فعلوا في الماضي إلى هذه اللحظة لا يوجد سبب يدعوهم للتغيير دعني أتحدث معك سيد جاري أكثر بخصوص الخطة الصحية البديلة لأوباما كير أربع سنوات ما الذي حضره الرئيس ترامب فيما يخص هذا الإطار؟ لا يجب أن نفاجأ بكل صراحة الجمهوريون لم يكن لديهم أبداً بديل ولم يتفقوا على بديل صحي منذ البداية وبالتالي هم لا يمكن أن يعارضوا أوباما كير بدون أن يعرضوا خطة لا يجب أن يفاجئون هذا على الإطلاق الجمهوريون منقسمون إلى حد كبير بشأن رغبتهم في تدخل الحكومة في نظام الرعاية الصحية وقد جعلوا نظام الدافع الواحد هو الأساس إنما في أوباما كير المسألة تختلف لا يجب أن نفاجأ بدون أن نسأل سيد أليكس رأيه في هذه النقطة نعم سيد أليكس تخفيض أسعار الأدوية تحسين نظام الرعاية الصحية مقابل أوباما كير نريد أن نفهم منك أكثر لماذا التركيز أكثر بالنسبة للديمقراطيين على موضوع أوباما كير تحديداً وخصوصاً أن هذا البرنامج ربما لديه الكثير من المشاكل فيما يتعلق بانسحاب شركات التأمين منه نعم فيما يتعلق بحملة بايدن هناك بعض المواقف المحدودة حتى لو أرادوا أن يبتعدوا عن أوباما كير بايدن لا يمكنه أن يفعل ذلك لأنه كان نائب رئيس باراك أوباما وبالتالي هو جزء من إدارة أوباما وبالتالي لا يمكنه أن يندد بأوباما كير حتى لو أراد أن يفعل ذلك وأنا لا أعتقد أنهم يريدون أن يفعلوا ذلك بتاتاً ولكن هذا ليس خيار على أي حال أو ليس خياراً منطقياً برنامج أوباما كير إضافة بعض التطويرات هل تعتبر كافية برأيك؟ خصوصيات أو تفاصيل السياسة المتعلقة بالرعاية الصحية معقدة إلى حد كبير لا نعرف كيف يؤثر أي تفصيل على المدى الطويل على السياسة بشكل عام دائماً هناك تأثير لأي تغيير على السياسة برمتها الديمقراطيون الآن ما زالوا يدعمون أوباما كير لأن الكثير من السياسات المتضمنة في أوباما كير لديها شعبية كبيرة حتى الآن الجمهوريون لم يتمكنوا من إيجاد بديل لأوباما كير لأنهم لا يريدون أن يحافظوا على بعض أجزاء أوباما كير ولكنهم يدركون أن الشعب الأمريكي يريد أن يحافظوا على بعض الجوانب كمثلاً إعطاء الرعاية الصحية لأولادهم وعدم إخراجهم من التأمين لأنهم لديهم حالات مرضية مسبقة سيد جاري إصابة ترامب الآن بكورونا يرى البعض بأنها ستؤثر مباشرة على الأصوات المترددة أو الأصوات التي لم تحسم قرارها بعد برأيك فعلاً هل سيستطيع ترامب أن يكسب هذه الأصوات؟ أعتقد أن الناس الذين لم يقرروا بعد هم مجموعة صغيرة في أمريكا هذا السباق يتعلق بمناشدة ترامب لقاعدته الانتخابية وأتأكد من أنهم سيصوتون وإقناع جزء صغير من الناس لا أعتقد أن مرض الرئيس سيكون له تأثير على الإطلاق ولكن الأمور قد تتغير إذا أصيب أو إذا أصبح مرضه أكثر شدة ربما تتغير الأمور ولكن لا أعتقد أن المرض سيكون له تأثير طيب سيد إليكسي ما الذي يتوقعه الآن الناخبون الأمريكيون سواء كان من بايدن أو من حتى دونالد ترامب ولذلك يعني بعد المناظر الأولى التي يعني على ما يبدو كانت فوضوية ولم يستمع الناخب الأمريكي لما يريده من إجابات أعتقد هذا ما سيتوقعه الناخبون من غير الواضح إن كانت هناك مناظرات أخرى ستجري وربما المناظرات المقبلة لو حصلت لن يشاهدها الكثير من الأمريكيين وحتى المناظر الأولى كانت مستويات أو نسب المشاهدين أقل معدلات مما كانت عليه في مناظرات ماضية إن كان الشخص لم يقرر حتى الآن أي من المرشحين سينتخب رغم وجودهم أمام الرأي العام منذ أكثر من ثلاثين عاماً والكثير من الناس لديهم مواقف مشددة أو متشددة حيال الإثنين فمن الصعب أن نرى أشخاص يغيرون من مواقفهم الآن هم قلة الذين سيغيروا من مواقفهم حيال الرجلين أعتقد أن الموقف الآن لدى الناخب أصبح واضحاً جداً ولا أعتقد أن هناك الكثير سيغير أمور بشكل دراماتيك أتوجه بسؤال أخير إلى ضيفي سيد جاري وبالتالي الآن في حال تمت إصابة المزيد من الشخصيات المقربة من دائرة الرئيس ترامب كيف من الممكن أن يتم التصرف فيما يخص السير نحو البيت الأبيض؟ هذا يعتمد على من يصاب هذا قد يغير الأمور من حيث أن الناس يتخذون قراراتهم كل يوم وربما لا يستطيعون البقاء حول الرئيس والانخراط في عمل ما يريده الرئيس وربما قد لا يكونون في أعلى المستويات عندما يمرضون وبالتالي سنرى كيف يتقدم المرض في البيت الأبيض وفي الحملة شكرا جزيلا لكم من ولاية كينتاكي مدير مركز ماكونل بجامعة لويزفل غاري غريك ومن ولاية ماساشوستس الأستاذ في جامعة ماساشوستس أليكس جورج ثيودور ييدس شكرا لكم إذن بهذا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من مواجهة 2020 ألقاكم الأسبوع المقبل في الموعد نفسه مشاهدين إلى اللقاء إلى اللقاء موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة